دعني أروي لك قصة في العام الماضي كنت أمل مع ميل يدفع لي ما يقارب 200 دولار مقابل تحرير فيديوهاته الطويلة ومع كل مشروع جديد كنت أشعر أنني لا أحرر فحسب بل كنت أسقل مهاراتي بعمق كنت أرتقي وعندما كنت أسلمه العمل كنت أشعر بفخر حقيقي فخر بجهد صادق وتفاصيل دقيقة وإبداع يروى بالصورة لكن بعد فترة وصلتني رسالة منه تقول الفيديو رائع من حيث الشكل لكننا لم نحصل على أي عميل من خلاله تلك الكلمات لم تكن مجرد رد بل كانت صفعة لكنها في الوقت ذاته كانت درسا لا يقدر بثمن تعلمت يومها درسا عظيما العميل الذكي لا يبحث عن جمالية بصرية فقط بل عن نتائج ملموسة هم لا يوظفوننا لنبهرهم بل لنخدم أهدافهم لأن المنتاج ببساطة ليس هو المنتج النهائي إذا لم يكن ما تصنعه يخدم هدفا واضحا في البزنس مثل زيادة المبيعات أو جلب العملاء فسترك تكلفة لا كقيمة وهذا يقودني إلى النقطة الأهم المنتاج هو جسر جسر بين انتباه المشاهد وعرض العميل لذلك لا يجب أن تملأ الفيديو بالمؤثرات لمجرد أن يبدو رائعا بل لتجعل الرسالة أوضح أبسط وأكثر إقناعا عندما تصل الرسالة بوضوح يبدأ المشاهد في بناء الثقة وعندما تبنى الثقة يبدأ التحول وهذا هو تماما ما يريده أي صاحب بزنس ناجح ولكن هناك سؤال خطير جدا لا يسأله أغلب المنتيرز هل هذا الفيديو أصلا يستحق أن ينتج؟ نعم قبل أن تفتح برنامج المنتاج يجب أن تعرف هل هذا الفيديو فعلا متوافق مع عرض العميل؟ هل يخدم هدفه؟ هل يماهد للمنتج؟ هل يزيل اعتراضات المشاهد إذا لم يكن كذلك؟ فلن تغير نتيجة هذا الفيديو مهما كانت مهارتك في القص والمؤثرات والإخراج لهذا السبب أنت لا تحتاج إلى قبول أي مشروع فقط لأنه طلب خدمة بل تحتاج إلى طرح هذه الأسئلة القوية لأنها لا تجلب لك عملاء فقط بل تضعوك في أعينهم كخبير كشخص يستحق أن يدفع له الكثير لأنه لا يشتغل فقط بل ينتج نتائش الآن دعني أشاركك ما يجب أن يكون في صلب تفكيرك كمونتير محترف أنت لا تحرر الفيديو فقط لتجمله بل لتقوده نحو هدف واضح وهنا يأتي دورك كستراتيجي لا كمحرر فقط تخيل أنك تعمل مع مدرب أعمال بدل أن تسأله أين اللقطات اسأله ما النتيجة التي ترغب في الوصول إليها من هذا الفيديو من هو الجمهور المستهدف وأين يتموضع هذا الفيديو ضن نظام المبيعات الخاص بك عندما تطرح هذه الأسئلة يدرك العميل أنك لا تمنتش فقط بل تفكر كخبير يبدأ في الوسوق بك لأنك تفهم التصويق وتفهم الجمهور وتفهم كيف تحقى القصة وهنا تماما تبدأ قوتك كمنتر استراتيجي عند هذه النقطة تبدأ بتحرير الفيديو بناء على نتائج محددة تحذف كل حشو غير ضروري تركز على الاتراضات الحقيقية تبني التوتر وتستعمل تقنيات مقاطعة النمط بشكل زكي لأنك تفهم كيف تحافظ على تفاعل المشاهد حتى النهاية باختصار أنت لا تسلم منتاجا بل تسلم نتائج لأن الحقيقة هي مهارات المنتاج في حد ذاتها لم تعد تساوي الكثير ليس لأن المنتاج غير مهم بل لأن الزكاء الاصطناعي بدأ يجعل تقنيات المنتاج متاحة للجميع القيمة الحقيقية اليوم هي أن تفهم كيف يعمل المحتوى كيف تحرر لأجل البيع كيف تجعل الفيديو أداة تحول مشاهدين إلى عملاء وبالمناسبة مدام الحديث قد قادنا إلى الذكاء الاصطناعي تعوني أخبركم بشيء مهم أنا أعمل حاليا على سلسلة مميزة من الفيديوهات أشرح فيها كيف تستخدم الذكاء الاصطناعية في المنتاج لتختصر الوقت تجذب عملاء أكتر وترفع مستوى عملك بسرعة وباحترافية فلو عجبك هذا المحتوى لا تنسى الاشتراك لأن القادم سيكون أقوى بكثير لذلك بدل أن تضيع وقتك في تعلم مؤثرات جديدة فقط ابدأ بتعلم كيف تحول فيديو إلى آلة النجال بالعملاء كيف تدمج المنتاج بالذكاء الاصطناعي كيف تستخدم المنصات بالشكل الصحيح لأن العميل لا يريدك أن تمنتج له فقط هو يريد أن يرى مالا يعود عليه من هذا المنتاج وعندما تجمع بين مهارات التحرير ومهارات التفكير التسويقي فأنت تصبح أحد الأشخاص القلائل الذين يحدثون الفرق الحقيقي في هذا المجال وهنا لن تحتاج إلى البحث عن عملاء لأنهم هم من سيبحثون عنك